طيب كيف جاء بقى الاهتمام بالدين؟ الدين من صغر يعني أنا من أسر يعني بابا وماما يعني يعلمونا دايما واجبنا نحو الله إزاي واجبنا نحو الناس إزاي لما واجبنا نحو الله التزام بالصلاة إذا كان في البيت أو في الكنيسة أو أي مكان مهم جدا زي كده وفي نفس الوقت علاقتنا بالآخرين وأنا بشكر ربنا أن علمونا من صغرنا أن نحب الكل حقيقي يعني إحنا عيشنا اللي إحنا عيشنا في مصر كلنا عمري في حياتي ما كان أسأل أي حد أبدا إلى الآن ما بحبش أسأل أحد لا على دين ولا مذاب ولا حاجة أنا بشوف كل واحد قدامي إنسان وبابا وماما معلمونا كده يعني ما أدرش أشكي من أي حد داييني دايما طلعني أنا غلطة ممكن يبقى أنت أكيد دايقته يعني ضربك ليه وإحنا صغرين يبقى كده أنت دايقته محدش يضربك وكده وعد فكان يعلمنا إزاي عشان ما نجيش نقول آه أعمل ما أنا عاوزه أداء الناس وأجأ أتحمف والدي هو اللي داف عني أو والدتي يعني حقيقي بتكلم عن كلمة جميلة الحقيقة اللي هي الله محبة بالزبط طيب اهتمام حضرتك بقى تاني بهذه الحياة الكنسية أنا طبعا كراف في الدير يعني أنا بدأت كنت في أبو الدرداء في الدير هناك وبعد كده بعد تالت عددي ودوني في كفر الدوار خمس وعشرين كيلو وبعيد عن اسكندرية اسكندرية رغم أن أنا كنت مدأي في الأول لأنا بعتبرها جو غير جو اسكندرية اسكندرية مدينة وكده فكفر الدر هي قرية وأول مرة أنا كنت في مدرسة رهبان دخلت بقى مدرسة حكومة ولكن الحمد لله قدرت يعني أستفاد من هذه الخبرة بأن أنا كونت علاقات جميلة جدا مع أصحابي حقيقي ومن بعدها يعني بعد كفر الدوار كان مفروض قدمت في جامعة كلية الأداب اسكندرية أبونا قال لي لو أنت أوثق أن دي حياتك ممكن ما تسيب الجامعة لديك جامعة في أداب إحنا هناخد الحاجات دي في الفلسفة في الدير في الجيزة وعملت كده بالفعل وكانوا رفضين حتى بابا كان زعلان الأول إزاي هسيب الجامعة وحتى الرافضة أصحاب الأولى زعلت إزاي تسيب حد داية كنتينها لأ أم وبعد كي كاملت يعني في الدير في الجيزة ولما تبحرت بقى في الفلسفة واللهوت وبقيت أسيس وسافرت درست إعلام في إيطاليا خلت ماجستير الإعلام من إيطاليا جامعة السلزيان ترجمة نانسي قنقر